لا يزال قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منع مواطني سبع دول ذاتي أغلبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة يتفاعل في العالم فقد توالى اتباعاً ردود الفعل بدءاً بالبرلمان العراقي الذي صوت بالإجماع على مطالبة الحكومة بالرد بالمثل على قرار الرئيس الأمريكي ووافق البرلمان على توصيات لجنة العلاقات الخارجية التي شملت أيضاً مطالبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي باتخاذ قرار بهذا الشأن ومخاطبة الكونغرس الأمريكي لمراجعة القرار ومطالبة الإدارة الأمريكية بمراجعة قرارها ولأن قرار ترامب يضم السومال والسودان وليبيا فقد أعلنت رئيس مفاوضية الاتحاد الأفريقي إن البلد الذي حمل كثيراً من شعوبنا إليه عبيداً في الإتجار بالرقيق عبر المحيط الأطلسي هو نفسه الذي قرر الآن حظر اللاجئين إليه من بعض بلداننا قرار ترامب حرك بريطانيا صديقة الولايات المتحدة أيضاً التي فضت حكومتها دعوات إلغاء الزيارة الرسمية المقترحة للرئيس الأمريكي للبلاد فقد وقع ما يقارب مليون شخص في بريطانيا عريضة تطالب بإلغاء زيارة ترامب لبريطانيا في وقت يتزايد عدد مواقعي العريضة على نحو سريع منذ السبت الماضي بينما يتطلب طرح عريضة ما للمناقشة في البرلمان البريطاني جمع مئة ألف توقيع حتى في لبنان الذي لم تضمه قائمة حظر ترامب فقد أصدر رئيس الجامعة الأمريكية في بيروت الإيوبي الدكتور فضل خوري بياناً أكد فيه أن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي والأثار المترتبة عليه تتناقض والقيم الراسخة للحرية والعدالة للجميع وهي القيم التي ناضل لحمايتها والحفاظ عليها واضعود سوريا الولايات المتحدة الأصليون وشدد على أن من الضروري التقيد والالتزام بقيمنا في المقابل رفض الرئيس الأمريكي مجدداً الاتهامات بأن مرسومه أدى إلى حدوث فوضى في المطارات الأمريكية وحمل المحتجين وتعطل أنظمة الكمبيوتر لخطوط دلتا للطيران مسؤولية ذلك وقلل ترامف في تغريدة من أهمية احتجاز مائة وتسعة أشخاص من بين ثلاثمائة وخمسة وعشرين ألف شخص وصلوا إلى الولايات المتحدة وأضاف البحث عن إرهابيين قبل دخولهم بلادنا ليس أمر لطيفاً كان هذا جزءاً كبيراً من حملتي في وقت تراجع فيه البيت الأبيض لاحقاً عن جزء من الحذر وقال إنه لا ينطبق على حاملين بطاقات الخضر الجرين كارت التي تسمح لهم بالإقامة الدائمة في الولايات المتحدة لكن حتى هؤلاء سيخضعون لعمليات فحص أمنية ترجمة نانسي قنقر